اشتركوا في القناة العزاء الطلاب وطالبات كلية الحاسبات المستوى الثاني تخصصات علوم الحاسوب وتقنية المعلومات ونظم المعلومات السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله سنستكمل معكم لقاءاتنا اه اونلاين او التسجاة الالكترونية لبقية محاضرات ترسل البيانات والشبكات سنتكلم اليوم على الفصل السادس في الكتاب اللي هو بعنوان سواء هنركز في الفصل ده فقط على هنركز فقط على مين على ندي نبذى عن من بشكل عام بس انتم مطالبين في من مطالبين في سواء كنا بنتكلم اللي هو كيف الباندويد اوتولايزيشن معناته اننا كيف استغل اللي هو الباندويدز كيفية استغلال اللي هو النطاق الترددي لانه زي ما قلنا احنا الباندويدز هو اصلا يمثل كوست الباندويدز يمثل لي الكوست اللي هو اللي حدفع في فلوس فيهمنا اننا اننا استغله اكبر قدر ممكن من الاستغلال بحيث اننا بدل ما عندي مثلا نطاق معين ادخل في خمسة يوزر لا دخل في خمسين دخل في مية دخل في الف يوزر الف مستقدم دخل في مليون مستقدم ليش لا اهم حاجة اننا اننا استغل الباندويد بدون مأثر على من بدون مأثر على جودة الاشارة او جودة المعلومة اللي هتنتقل من المرسيلة ايش النقل التماثلي طيب بعد ما عرفنا الكلام ده كله عرفنا كيف تم النقل سواء رقميا او تماثليا وما هو شكل الاشارة الرقمية شكل الاشارة التماثلية الباند باس الكلام ده كله الان ايجي دور ايش انا الاشارة دي اللي هنقولها انا هحملها على قنوات لازم هحملها على ايش على حاجة بتشيلها كيف ممكن اننا اخلي بدل ما اخلي القناة دي او الحي الزه يشيل اخلي يشيل او يخلي عشرة او عشرة مستخدمين اشري مستخدم فحنا نتكلم على ايش كيفية استغلال الباندويدز اللي متاح لنا او اللي اشتريناه من مركز التصلاة او وزارة التصلاة او البروفايدر اللي بيزودني من بهذا الباندويدز اللي احنا بنشتريه وبنفتح فيه او مثلا بفتح لشركة التصلاة زي من الشركات طيب اذا اول حق لازم افهم ما هو الباندويد او استغلال الباندويد استغلال او استثمار الباندويد بشكل كفو اذ هو اعتبر ايش اذا هو الاستخدام الواسع للمتاح عشان احقق ايش الهدف المخصص سواء اشي اركب انا شركة واي اشي ادخل فيه مثلا انتصالات اشي ادخل فيه انا حسب اللي هو ايش انا بعمل ايش احتاج الباندويد لايش عشان ايش عشان افتح لي ايش 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 اي نوع من الباندويد اللي ايش ممكن استخدم هنا تمام فهو معناته انه الاستخدام المواسع الاستخدام الواسع لالباندويد المتاح لالنطاقة المتاح عشان ايش عشان احقق الهدف المعين لما اقول استخدام واسع ايش معناته اننا الباندويد ده بدل ما اخلي اشتغل مثلا في عدد معين من المستخدمين او من السرسكرايبر لا خليه ضعف العدد خليه ضعفين خليه اضعاف اضعاف العدد النظام ده الاستخدام الموسع او الواسع طيب الكفاءة احصل كيف كفاءة الاستخدام او كفاءة هذه الشركة او هذه النظام اللي انا باندويد فيه استخدمت الاندويد اللي فيه اقدر احصل به اننا اعمل به كيف انه ممكن استخدم الباندويد بشكل الواسع اننا بعمل حاجة اسمها ملت بلكسين مل تجميع يعني حالة او في نطاق لوحده. دخل يا اخي جنبي مجموعة من الاشخاص يشتغلوا في نفس النطاق. بحيث ما يأثرش كل واحدة الاخر. بحيث ايش? ما يأثرش كل مستخدم عن من عن الاخر. بس هم شغالين في نفس النطاق. بدل ما دخل فيه مستخدم واحد. اوكي? بحيث ان اضمن ايش? اضمن الحماية. اضمن ان انا ما يحصلش انترفيرنس. ايش معنى يعني ما فيش حد بيقفز على معلومة الاخرى. ما فيش اشارة تدخل في ايش? في شارة اخرى. ما فيش شخص يدخل في معلومات شخص اخر وهكذا. اوكي? طيب. اذا انا بعمل حاجة اسمها ايش? ملتبليكسينج تجميع. يعني ايش? يعني بدل ما تخلي لحاجة واحدة ماشية في الحزمة دي او في النطاق ده. خلي اكتر من حد. يمشي في نفس النطاق. طيب ما معنى? معناها الفرد. او الانتشار. تخلي مثلا القناة تدخل فيه اكتر من حد بس لما لما الشخص ده يمشي في القناة دي يشوف نفسك وانه وحده. فهو بينفرد على كل القناة. بينفرد على المساحة المخصة في القناة كامل كأنه ما فيش حد جنبية. مع انه في نفس الوقت طبعا في اكتر من حد جنبية. بس كل واحد ما لهوش دعوه بالاخر. لانه يشل لانه فيه حاجة اسمها هيكون موجود لكل شخص عشان يتصلوا عن معنى الاخر. طيب. البلت بليكسينج. اذا المفهوم لما يكون عندي مثلا باندويدز في ميديم اوكي بيعمل ايش مشاركة لكامل اثنين تو ديفايز. لكن التو ديفايز دول ما لهم اكبر من الباندويدز اللي ايش اللي بحترقه هنا ولا لا. فبالتالي انا بدل ما اللينك ده انا مخصص لشخص واحد. فعشان اخليه يتخصص لأكتر من شخص. ممكن اعمل اللينك ده ايش شير. اعمل مشاركة لما لهذا اللينك. كيف اعمل له مشاركة? عن طريق حاجة اسمها ايش? اوكي? اذا ما هي الملتيبليكسينج? الملتيبليكسينج عبارة عن مجموعة من التقنيات. set of the techniques of techniques that allows the simultaneously transmission of multiple signals. اوكي? اذا هي عبارة عن مجموعة من التقنيات التي تسمح بالنقل المشترك بنفس الوقت لأكثر من اشارة. لعدة اشارات. اوكي? خلال او او اكروز اسينجل داتا لينك. خلال ايش? خلال داتا لينك واحد فقط. اوكي? بدل ما مشيه فيه سيجنال واحدة? لا. ممكن ادخل فيه multiple signals. عدة اشارات في نفس الوقت. سيملتينيس. اوكي? بنفس اللحظة. اس داتا ان تليكومنيكيشن يوز انكريز سو دات ترافيك. طيب. يعني انه عندي الاتا والتليكومنيكيشن ما له. بيزداد عندي نعدل نقل بيانات. وبخفض بي ايش? بالاستخدام ايش اللي هي التليكومنيكيشن او اللي هي او الباندود اللي هيش بحتاجه. اوكي? طيب في عندي عدة تقنيات. طبعا في حاجة اسمها. في الملتيبليكسينج مثلا. لما اتكلم انا ممكن اجيب المؤشر كده. اذا انه عندي اللي هي ايش? الملتيبليكسينج. اوكي? ملتيبليكسينج. ام يو اكس. في عندي ثلاثة في عندي اهم انواع او اللي هم موجودين اللي هشرحهم. وغير من اللي هشرحهم. اوكي? ففي عندي تقريبا اللي هم اهم انواع اللي هي ايش? الاربع انواع دول. في عندي الاف دي ام في عندي الاف دي ام في عندي تي دي ام طايم ديفيجن ملتيبليكسينج. وفي عندي هنا معارش بقى نزيله ده شوية بس. في عندي حاجة اسمها ايش? طبعا نضيلي ايش? دي الاستخدامات اللي هي ايش? الضوئية. وفي عندي حاجة مهمة اخرى اللي هي ايش? مش مش مذكر هنا. اللي يمثل اللي هو ايش? اللي هو ملتيبليكسينج. اوكي? اذا في عندي فريقونسي ملتيبليكسينج. طايم ملتيبليكسينج. كود ديفيجن ملتيبليكسينج. وويف لينث ديفيجن ملتيبليكسينج. طيب. الاف دي ام ده. كان مستخدمته فين? الاف دي ام يقولك هو كان بيشتغل على فقط على مين? على الانالوج سيجنل. كان بيشتغل على مين? على الانالوج سيجنل. اوكي? وكان شغال فقط فين? في القيل الاول من الاتصالات بشكل عام. كان شغال فين? في القيل الاول. وكان لعيوب هنشوفه بعد شوية. اوكي? طيب. وليه ميزات كمان كان ليه ميزات لعيوب هو بدأ في التسعينات وانتهى في بداية الفين واحد طبعا هو بدأ من التسعينات من بداية الف سمين وتسعين او الف سمين وتسعين او هكذا او الف سمين وتسعين او ثمانين اوكي الجيل الاول انتهى عام الفين واحد انتهى متى عام الفين واحد اذا ده بدأ في التسعينات وانتهى في بداية الالفين في بداية القرن اللي هو ايش الواحد العشرين اللي هو الفين اوكي? الفين واحدين تايب الضبط. كان مشغال في الجيل اول. وكان شغال على الموجات التماثلية. يعني ما كان فيش حاجة اسمها انترنت فيه. لا يوجد انترنت لو كنا شغالين لحد الان على تقنية كنا زماننا ما دخلناش حاجة اسمها انترنت داخل من داخل اللي هي قالت صلاة. انا بتصل فقط فقط. ما قدرش ان انا ادخل فيه مثلا اللي هي ايش اللي هي داخل من داخل هذه التقنية. فعشان انا ادخل او ادخل ضمن اللي هي ايش الاتصالات بشكل عام. فقال تقنية من? او ملتي بليكسين. هو اعتمد على تقنية من? على تقنية التايم. اننا بعطي لكل مستخدم خاص به. ده هنشرحها بعد شوية. اوكي? طب ده شغال فين? دي تقنية شغالة فين? شغالة في الجيل الثاني. ولحد الان شغالة. اوكي? شايفين? الجيل الثاني يعني ايش. زي اه اللي هو جي اس ام. جي اس ام موديلش? اللي هي جي اس ام تكنيكس. تقنية الجي اس ام. تقنية الجي اس ام شغالة فين? شغالة فيها اللي هي زي مثلا اندي انا انتي سبافون. اوكي? واي? كل ذلك يشتغلوا فيش? في تقنية الطايم ديفيجن ملتي بليكسين. طيب طبعا ده كان هنا دخلنا في عصر لما دخلنا دخلنا في عصر الديجتال. اذا هنا بدأ حاجة اسمها ايش? لما لما ظهرت تقنية تي دي ام. ظهر حاجة ظهر معها حاجة اسمها ايش? النقل الرقمي. وفي الحلقة في هذا الوقت. بدأنا ايش نتخدم الانترنت ضمن ايش? ضمن اجيال اتصالات. اوكي? في تي دي ام. طيب التقنية الثالثة كانت ايش كانت طبعا دي استخداماتها محدودة. ليش? لانها بستخدم فقط في الباكبون نيتورك. ايش معنا الباكبون نيتورك? اللي هي العمودة الفقري في النقلة الشبكة. يعني في الفايبر اوبتيكس. لما انقل لنا الياف ضوئية بستخدم معهم تقنية من? الواف. لو قالي مثلا اكثر من جهاز او اكثر من من خط فايبر اوبتيكس يدخلوا على خط واحد. بستخدم تقنية من? تقنية الواف. اذا سغر اذا تستخدم الواف. او تستخدم في تقنية الالياف الضوئية او في نقل او في تجميع اللي هي ايش? النقل الضوي او الفايبر اوبتيكس اللي هي الالياف الضوئية. طيب التقنية الثالثة. طيب التقنية الثالثة هو جاب فائدة او. تزود هنا طبعا انا كل ما انتقلت من جيل الى جيل. انا في الحالة دي ايش بزود الكواليتي بزود اللي هو المستخدمين. عدد الكباستي. اللي عدد الناس اللي حيدخلوا في ناس الشبكة. فجد التقنية الحاجة اسمها ما معنى معناته اننا بعطي لكل مستخدم شفرة خاص به. الشفرة دي بتكون عمودية او على بقية كل الشفرات المستخدمين الاخرين اللي معاه في نفس القناة. يعني ممكن قناة واحدة او ترد واحد يدخل في ان من المستخدمين. عدد لا مستخدمين. العدد ذا من المستخدمين مستحيل يحصل بينهم تداخل. ليش? لاننا بعطي لكل مستخدم شفرة خاص به عن الاخر. بحيث انه لما يدخل بشفرته في القناة كأنه مش شاف حد جنبيه. كأنه ماشي في القناة وحديه. دي مثلا شنال انا لما اعطي لكل مستخدم كود خاص به هو كأنه بيشتغل في القناة كلها لوحديه. ما بيشاف حد جنبيه. مع انه في نفس الوقت في ام من اليوزر ما زالوا موجودين جنبيه. النغس واحد من المستخدمين. بس عن طريق هذا الكل هذي الشفرة. انا بشوف نفسي لوحدي. فبعمل ايش يعني? كأنه بفرد عضلاتي انا. بفرد نفسي على كل ليش? على كل القناة. لوحدي كأنه شغل فيها لوحدي. تمام? فعشان كده انا ممكن ادخل على القناة اكبر عدد من المستخدمين بحيث ميحسس داخل بالمستخدم ويش? واخر. او اكثر من طيب دي موجودة فين? دي موجودة في القيلة الثالث. تمام? اللي هي ممثلة عندنا بايش? ممثلة عندنا بي اللي هو ياما موبايل. اوكي? القيلة الثالث بيستخدم تقنية او اللي هي ايش? اوكي? دي اللي بشكل عام على من بنظرة عامة على طيب. حنيقي الان نتكلم على مين على ونتكلم على اللي بعدية اللي هو اللي هو ثم بعد كده سواء كان سينكروناس او سلسكال هما انا احديكم الفكرة بشكل عام والتفاصيل ما فيش داعي يدخلوا فيها بشكل ايش بشكل عميق لانكم لسه في بداية الشبكة. ايش? في بداية الشبكة. اوكي? طيب. اذا مفهومة بالشكل عام ان انا بعمل عند الارسال. ودي عند من? عند الاستقبال. اوكي? كيف الكلام ده يعني? يعني انا عندي هنا مثلا روتر او او اي حاجة بتجمع لي مجموعة من ايش? من الوزرز اللي داخل او الداتا اللي داخلية من اكثر من شخص. اوكي? طيب. الناس زول عشان يمشوا في الباكبون عشان يمشوا في او في بشكل عام. على قناة واحدة او على نطاق واحد. لازم اعمل له ما ايش تجميع. اسميها ايش? اجمع اكثر من على اوكي? اوكي? طيب. لما تصل لعندي الريسيف اللي عند الطرف الاخر. بعمل ايش? انا برجاله اصله. عمل ايش حاجة اسمها ايش? دي فك التجميع. فك ايش? التجميع. اذا انا عندي اكثر من اا امبوت لايز. اتجمعوا على شنل واحدة او مجموعة من الشنل على وان لينك. مجموعة ايش من الشنل او شنل واحدة حسب. حسب كما انا كما عندي انا القناة بستخدمها. حسب اي تقنية بستخدم. هل انا بستخدم بيختلف هنا. الاختلاف هيكون هنا. انا مستخدم حيفرق معي. مستخدم هيفرق معي. مستخدم هيفرق معي. مستخدم كل مثلا الرقم واحد بيرسل لقام عشرة. برقم اثنين بيرسل لقام احدى وهكذا. اذا في عندي 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 التجميع والرسال. لما ايش لما تصل الحاجة للانظمة الطرفية الاخرى فسميها ايش لعند الاستقبال بسميها ايش فك التجميع. طيب اذا عندي الانواع ذي اللي احنا هنتكلم عليها. اللي هي بالمحاضرة ان شاء الله. اللي هي بينقل فقط. برضو بينقل ايش? بس من اي نوع اشارة ضوئية. ركز معايا. هنا بينقل اشارات انالوغ. اشارة يعني ايش? يعني كهرومغناطيسية. كهرومغناطيسية. بينقل اشارة من نوع ايش? موقع ضوئية. موقع ضوئية. بس هي اكيد الموقع الضوئية هي براعي ايش? عبارة انالوغ. ليش انالوغ? لانه ملهاش حصر. ملهاش اقدر ايش اعد فيه. ملهاش رقم اقدر اعدها. عشان كنت نسميها ايش نسميها انالوغ. تمام? طيب? ها بيعملش طيب. هو بيشتعل مين? على الديكتال. اللي هو اهم اسمنا بيشتعل فيها. الذي هو اية؟ التقسيم على الاساس الزمني. هنا التقسيم على اساس من? الترددي. هنا التقسيم على اساس من? الطول الموقي. هنا لا ازل الاساس من? الثانه. خلاص? الاف دي ام مبدأ عملها ايش. يقول لك انا مثلا عندي في انظام الطرفي الاول او المرسل. اوكي? وعندي في العنظيم الطرفية طبعا المستقبل. اوكي? فرضا يعني. لو انا شغال مثلا على مقوة. اوكي? عميش نكتع المؤشر بس. لو انا شغال على مثلا ب هذا الشكل بيستقبل اشارات اللي هو المقوة ده العمود. اوكي? ففي عندي اكثر من ايش? اكثر من شخص او اكثر من يوزر بيبعث لمن? لهذا المقوة اوكي? وبيستقبله برضو ايش? وبيستقبل ممن من هذا المقوة. سواء كان واي فاي او اوكي? او باستيشان اذا قلنا انالوج لانو بيشتغل انالوج فهو ايش ارد كلها تماثولية. هنا برد موعة من من المستقبل. طيب هنا باستخدم من انا كيف بيتم عملية الارسال والاستقبال عن طريق تقنية من الاف دي انا باخذ كل مستخدم هنا واعطي له قناة خاص به لوحده. يعني انا لو عندي مثلا مجموعة مثلا حوالي خمسة ميجا هيرتز ده اللي انا اشتريته. اشتي اوزع على اربعين مستخدم. تمام? الشي اوزع على كام? اربعين مستخدم. فبقسم الخمسة اللي هو الخمسة ميجا دول على اربعين. اوكي? اللي خمسة مليون على اربعين. يطلع لي تقريبا من حوالي. عليش نفتح بس هنا الحاسبة. يعني مثلا لو عندي زي ما قلنا احنا. خمسة مليون هيرتز. اللي خمسة مليون. اوكي? خمسة ميجا. طيب قسمتها على كمانة? على اربعين مستخدم. غلش? خمسة مليون على اربعين مستخدم. يطلع لي كام? يطلع لي مئة وخمسة وعشرين الف. يعني مئة وخمسة وعشرين كيلو. يعني لو عندي خمسة مليون هيرتز. عندي اربعين مستخدم. حقسمه على كام? كل قناة هتاخذ كام مية وخمسة وعشرين كيلو هيرتز. المية وخمسة وعشرين كيلو ده تبع كل قناة هيكون خاص بكم بمستخدم مواحد فقط طول الوقت. فمثلا المستخدم ده استخدم من المية وخمسة وعشرين دول وقت معيم وليكن مثلا اه خمسة في المية. طب بقية الخمسة وعشرين في المية. هيروحوا فين? هل في حتى حيستغل لهم? لا. هيظلوا محقوزين باسم الشخص ما عنده الشخص زمانه مش هيستخدمهم اصلا. وهنا دي الكارثة او العيب الكبير لمن? الاف دي ام. الاف دي ام ما بيستغلش البادل بالشكل الامثل. ليش? لانه عندي بيكون عندي نطاق ترددي انا بقسمه على عدد المستخدمين. بحيث اعطي لكل مستخدم قناة خاص بي. القناة دي. اوكي? يعني لو جينا رسيمها كده رسمة بسيطة يعني. انا عندي الان بيهذا الشكل. اوكي? هنا عندي ترددات. او عندي ما عدد معيش هنا عندي ترددات اوكي? تردد. في العمودة اللي هو الاي اكسس. ففي عندي انا مقسم من القنوات. تردد عندي انا. لغيت ايش? لغيت ان من القنوات. اوكي? عندي مثلا واحد اثنين ثلاثة لغيت ايش? لغيت ان. تمام? القناة دي طول الوقت. شايفين الوقت ده? طول الوقت هي محبوزة لما? اليوزر وان مثلا اوكي? القناة الثانية محبوزة لما? اليوزر تون. القناة الثلاثة لما? اليوزر ثري. وهكذا لغيت ايش? لغيت يوزر ان. يوزر ده مثلا استغل فقط الوقت ده فقط. مثلا يوزر وان استغل فقط من الوقت. الوقت ده فقط. او الحية الثامنة. اتصل به مثلا او اعمل اتصل او ورسل بياناته. اوكي? في الوقت ده فقط. تب بقية الوقت ده. ما له. هيظل محبوز. هل في حسة نحة يستخدمه? لا. هيظل محبوز باسم هذا المستخدم. ومع انه ايش? ومع انه بقية المستخدمين مالا. ومع انه ممكن يحتاجه شخص اخر. او احتاجنا دخلي في شخص اخر. اذا ده بنسمي ايش? بنسميه يعني هيكون معايا جزء من الفريقونسي غير مستغل. ومحجوز باسب شخص واستخداء ماله في نفس الوقت استصل جزء منه جزء منه ايش? حاجزه باسمي انا بس ما بستعملوش. وهكذا. اذا في الحالة دي دي مشكلة كانت بتقابل من? اللي هي انه كان بيشتغل فقط على الجزء الانالوج. وكان فقط بيعمل ايش? كان فقط طبعا الكلام ده لازم تسجلوه عندكم. كل ما علوم يقولها لازم تسجلوها. على الورق. اوكي? وكان فقط ايش? كان ما بيستغلش الباند للإستغلال الامثال. كيف يعني? انه بيعطي بيقسم الباند اللي عنده او الحيز الى مجموعة من الترددات. وبيعطي لكل يوزر تردد خاص به لوحده. طول الوقت. بحيث انه مثلا انا مثلا عندي خمسة ميجا. عندي اربعين قسمتهم من مية وخمسة وعشرين كيلو. طيب انا دخل عندي فجأة كذا قالي عشرين مستخدمين اخرين عشرين مستخدمين في التقانية. خلصتنا الباند لللي عندي لانا ازعته اليومان للاربعين. ما عنديش او اه اللي يتوسع ان انا اقدر ايش? ادخل الناس اخرين. ليش? لان عندي قسمته خلصت. اوكي? ظل يخلى الاف دي ام ينتهي متى? ينتهي في بداية الفين واحد. اوكي? اللي هو الجيل الاول. انتهي لجيل اول خلاص. بدأ في تسعينات وانتهى الفين واحد. ليش? لان كثرة الناس وبدأ دخول الانترنت فكان كده لازم ايش? لازم كان يكون في تقنية اخرى تدخل فيما في الخط. اذا هنا عندي اكثر من فبدأ اخلي كل يوزر في القناة اللي واحده. بتروح على بياخذ المعلوم من القناة يعطيه لي من? المعط او المعني او المعني. او طيب. اذا هو فقط بيشتغل على اشارات تماثولية. لو قلت لك او اللي ديجيتال. ده مثلا اه شكل الاف دي ام مثلا شوف الكل داخل هو ايش? كل داخل هو ايش? سبعا كان في او في ايش? او في او هو في الانالوج زي الصوت كده. تمام? بيحصل لها زي ما عرفنا في الفصل الخامس. عن طريق سبعا اه 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 بي ام اي ام وتفر حسب اه اه اللي مستخدمها. بتطلع على بتروح اه بيحصل لها تجمعها كلها كل الاشارات ذي. جمعتها ايش? عن طريق الاف دي ام. طلعت على مين? على حيز واحد بحيز ان كل يوزر دخل في قنالي واحده. ومش اللي واحده. اوكي? لغاية الريسيفر بيحصل ايش? بيحصل عملية عكسية. طيب. في الريسيفر بيحصل ايش? انا قتلي ديجرة. قتلي القنوات مجمعة. على لينك واحد. مجموعة قنوات على لينك ايش? واحد. اجي اعمل هنا ايش? حاجة اسمها ايش? اجي اعمل هنا حاجة اسمها ايش? اللي هي ايش? الدي. مالتي بليكسينج. اوكي? اللي هو ايش? من نوع اللي هو فكل تجميع. ادخله على فلتر. ليش الفلتر ده? الفلتر ده يقول له طالما هو ماشى في او في اللينك اكيد حيحصل له انويز. حيحصل له بمشاكل. هو ماشي يا الله. هيخبط في جبل. يخبط في ايه يجيل له حرارة. يجيل له مثلا اطربة. يدخل في رياح في امطار. يعني بتأثر على على الاشارة نفسه هي ماشية. فهنا لازم عند الرسيفر اعمل ايش? اعمل بحيث ان ايش? انا ايش? انقش شوائب اللي دخلت فيها في هذه الاشارة. واخرجها زي ما ايش? زي ما ارسلت في المرسل. فبالتالي اعمل لها بعدين. انا مش اعمل هنا تضمين ولا لا? اعمل هنا ايش? فك التضمين. وبعدين اخرجها ايش? كما ارسلت. ارسل بايش شكل? هتوصل ايش? هتوصل بنفس الشكل. اوكي? وهكذا. طيب مثال مثلا على الاف دي ان. اه عندي مثلا قناة صوتية. اوكي? البندل اللي فيها كان اربعة كيلو هيرتز. عندي قناة صوتية. البندل اللي متاح لها كان اربعة الف هيرتز. اللي اربعة كيلو. انا بحتاج جمع كام هم? احتاج جمعها كام? ثلاثة احتاج اطلع منه كام البندل ذا اقسمه لها كام الى ثلاثة. اوكي? على الينك واحد. خلاص. وذ بندود اوف اثناشر ايش? كيلو هيرتز. معلش? عندي الان ارجع من جديد. عندي قناة صوتية. القناة الصوتية دي كم حجمها كباندودز? اربعة كيلو. كم حجمها? اربعة كيلو. انا بحتاج اجمع ثلاث قنوات منها. من نفس القناة دي. ثلاثة قنوات على الينك واحد. يعني بدل ما يكون معي اربعة كيلو في اللين. يكون معي كام? ثلاثة اضرب ثلاثة في اربعة. هيطلع لي كام? اثناشر كيلو هجلة. طيب حيشتغل من ثلاثة افين. طب ما هو دائما نقلنا اي باندوز لازم يكون عنده بداية و نهاية. لازم يكون عنده لو فريكنسي وهي فريكنسي. من عشرين لها كام? الى اثنين ثلاثين. اذا عندي انا الباندو اللي بشتغل في انا في القناة الصوتية من عشرين الى ثلاثين كيلو هيرتز. واضح لي اللي هي او الاعدادات الخاصة اللي بيستخدم تمام? بحيث ان ايش ما فيش حاجة اسمها هنشوف ايش فكرة ده. تمام? طيب. احنا في عندنا حاجة اسمها اللي هي معلش طالما هنا قات سيرة اذا خلينا نش نرجع كده للوراء شوية. نوضح بس فكرة شايفين انا مش قسم ده الى ثلاثة قناوات الباندو اللي عندي ده لها. على لنك واحد خليت تفقلي ثلاثة قناوات مش قناة واحدة. طيب. كمان بحط انا بين كل قناة وقناة بحط ايش? بحط حاجة اسمها فراغ او فاصل. الفاصل ده بنسميه ايش? بنسميه جارد باندو. اذا بحط هنا فاصل وليكن خمسة في المية وعشرة في المية من نسبة القناة. هنا بحط فاصل بين كل ايش? ما عليش? بحطه هنا عشان هو اصفر. يكون مكان ده. اذا انا. عندي ثلاث قنوات? يعني ايه من قنوات? بحط كم فواء كم جارد باند? بحط اثنين جارد. انا ناقص واحد. دائما الجارد باند. اوكي? الجارد باند. بيساوي عدد القنوات اناقص واحد. اوكي? لا تحفظوه. ايش هو الجارد باند? الجارد باند عبارة عن حيز من التردد. بسيط جدا. بحطه بين كل قناة وقناة عشان ايش? عشان القناة مثلا واحد ما تخش في قناة اثنين. او قناة اثنين ما تخش في قناة ثلاثة. او قناة اثنين ما تخش في قناة واحد. وهكذا. اوكي? اذا ايش الجارد باند ده? انا بحط هنا حيز فاضي. تمام? مجموع احجز جزمي الباند. احطه ايش? كفاصل بين كل القناة وقناة. كمان احطه ايش? كفاصل. ليش الفاصل ده? عشان القناة متخش في من? في زميلاتها. لانه اذا حصل ان القناة دي ما تحصل لها مثلا عوامل تعريق معينة فاتحركت من مكانها بشكل بسيط تدخل في مين? تدخل في الجارد ده. متخش في القناة الثانية. يعني دي القناة دي مثلا الشخصي لا بيتكلم. هنا شخصي بتتكلم. عشان الكلام تبع الاخذة متخش في الكلام تبع الاخذة. بحط بينهم ايش هنا? جارد باند. بحيث ان هذا. لو حصل له مثلا اي عوامل حرارة او اي حاجة او تشويه معين. هيدخل فين? هيدخل في الجارد مش هيدخل في زميله. اوكي? ذا فايدة امان? اذا ما هو ما هي فايدة الجارد باند? الجارد باند. اللي هو الفاصل او الفاصل الترددي. او الفاصل الباند التردد اللي هو النطاقي بين كل قناة وقناة. هو يستخدم ليش? لي اللي هو ايش تقليل التداخل بين القنوات الترددية وبعضها البعض. خلاص. اذا ما هي فايدة الجارد باند? الجارد باند فايدة. انه يقلل التداخل الترددي او تداخل بين القنوات مع بعضها البعض. خلاص? ليش انه بيتحط بين كل قناة وقناة اخرى? لو عندي ام من القنوات هيقوم كم عدد الجارد باند? النقص واحد. خلاص? نقل الان ندخل على نرجع على اول ما كنا. طيب. اذا هنا قلل انه ايش مفيش جارد باند. يعني هو اشتغل كأنه في عالم مثالي ما فيش اي ضوضاء فيه ولا فيه اي خراب لأي انشاء لا. طيب اذا هنا طالما انا هشوف هو هيكون بهذا الشكل. عندي انا الان القنوات الثلاث. هيحصل لهم طبعا انا انا يهمني ايش في الاخر. انه هيدخلوا على من? على لينك. اللينك ده هيكون فيه كم قناة? هيكون فيه ثلاث قنوات. القناة الاولى تاخذ من عشرين الى اربعة وعشرين. الثانية تاخذ من كام? من اربعة وعشرين الى ثمانية وعشرين. الثلاثة من كام? من ثم عشرين الى كام? الى ثلاثين. اوكي? اذا نعم. عشرين الى اربعة وعشرين من اربعة وعشرين الى ثلاثين. من ثم عشرين الى كام? الى ثلاثين. طبيعي في البداية انه الاول ما يخرج الصوت من التليفون بيحصل له باي تقنية اخرى زي ما عرغنا في الفصل الخامس. وبعد كده ايش? وبعد كده بيحصل له تجميع على الرسيفر بيحصل له ايش فتك التجميع با ده الشكل. يعني ان كأننا ترسيم وترسيمه بادي الشكل. مش 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 لازم تحط لدي تعمل لي يعني في الرسم لما ترسم لي. رسم لي بس شكل اللي هو الثلاث قنوات حيدخلوا في التجميع في في هيخرجوا على على لينك واحد بثلاث قنوات. قناة الخضرة دي. والبنفسجي والزرقة. حيقوق على الرسيفر يحصل له ايش? يحصل لهم مثلا بفلتر من نوع باند باس. لانه لانه فاستخدم باند باس. تمام? الفلتر ده هيشيل لي ايش لو حصل مشكلة في ذه. يبدأ ايش? يبدي يعالج المشاكل دي ويرجع على اشارة الاصلها. فيخرجوا بيها للشكل. يتسلموا كل واحد لما انا مثلا اتصلت على مثلا احمد الصلبي علي وسعيد الصلبي اه 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 احمد او واتي فرز كل واحد بيروح لمن الى الشخص المعني. طيب اكزامبل اخر مثلا بيقول لي عندي خمس قنوات. خمس ايش قنوات. كل قناة مئة كيلو هيرتز. كل قناة كم? مئة كيلو. خلاص. طيب حصل لهم مع بعض. الخمس قنوات واحد. باستخدام تقنية من? باستخدام تقنية من? كم اقل احتاج هنا في اللينك. انا الان مثلا. الغلط هنا ايش? انا هيدخل لك انا خمس قنوات واحدة ثنتين ثلاثة اربع خمس. اوكي? هيحصل لهم ايش هنا? اتجمعوا على ايش? على ملتبليكسنج. اوكي? وخرجوا على الينك واحد. هيجرهم في الريسيفر يحصل لهم ايش? فك التجميع برضو. هنا دي ملتبليكسنج. اوكي? يطلعوا ايش? كل واحد لمن لحال سبيله. اللي هو الشخص المعني به. الخمس قنوات. خلاص. من زير الى كام الى اربعة. انا برضو من زير الى كام الى اربعة. طيب. هو طالب مني من طالب مني اقل باند ويز بحتاجه هنا في المكان ده. طالب مني من الباند ويز اللي بحتاجه هنا في اللينك. بعد ما يتجمعوا. اوكي? طيب. هنا انا ولا اشتغلش في عالم مثالي. يقول لك ايش? اذا انا عملت بكم? بعشرة كيلو هيرتز. عملت كم؟ عشرة كيلو هيرتز بين كل قناة وقناة. كم عندي قناة هنا? خمسة ولا? المفروض بيساوي كم؟ انا عندي خمس قنوات. عدد الجاردان كم يساوي منفروض? بيساوي ان ميناس انا ولا لا? كما الان هنا الان? الان هنا بيقام? الخمسة. اوكي? الان هنا بيقام بخمسة. هنا خمس قنوات. اذا كم يحكم عندي? اربعة. اذا بيطلع لي كم? بيساوي اربعة. كمان? اذا عندي اربعة كيلو اربعة جارد باند. كل جاردهم بكم قيمته? عشرة كيلو هيرتز. وعندي كم كل قناة? مية. اذا عندي مية. في خمسة بكم? خمسمية. وعندي كمان نضيف عليهم كم? ضيف عليهم اللي هو كم? اربعة في عشرة. انه اذا انا كام? خمسمية كيلو زائد اربعة زائد كام زائد زائد اربعين لا? خمسمية كيلو زائد خمسمية كيلو اللي حق ما? كله هي حق الخمس قنوات. والاربعين هي الكيلو اللي من ذا القوم بين القنوات الخمس تحت بعض. ايه? تمام. اذا خمس قنوات هيكونوا تحت بعض بينهم ايش? كم مقدار ده? عشرة كيلو. اذا القناة هي مية كيلو. ولا جارد بان كام عشرة. اذا هو عشرة في المية من 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 نسبة القناة. اوكي? من نسبة كام القنوات. الان ديفولت انه دائما بيكون هو عشرة خمسة الى عشرة في المية من نسبة من القناة. اذا ده البندود اللي بحتاجونا فيه. في اللينك. اوكي? طيب. لش نرس نخرج من المؤشر ده. اذا انت بيكون بهذا الشكل. عندي انا شوف القناة او حيمشوا كلهم في لينك واحد والله كم قناة واحدة ثم ثلاثة اربعة خمسة. كل قناة كان مئة كيلو. بين كل قناة وقناة عشان عشان ذي لما تمشي حصل مثلا في الخط. قد تأخرت. ومشت بعد اتخرت بمقدار عشرة في المئة من الزمن. ذي دخلت في ذي. بدل ما دخل لي هنا في المكان ذا. انا عملت بينهم ايش? عملت بينهم فاصل زي زي حاجة فاضية. كمان. وهو بيخذ حيز من البند اكيد. ينقيم ذو كام عشرة كيلو هرز. انا بهدره. بس اهدره ليش انا. ليش ادر عشرة كيلو ليه بين كل ما انه مش هدخل في اي معلومة. عشان امنع انه ما يضعش حق ما يضعش البعنومة لنا ولا هنا ولا هنا. ما يدخلش كله في بعض الكلام في بعضه. اوكي? فمعمل بين كل قناة عندي خمس قنوات بيكون عدل قنوات باحد اتنين ثلاثة اربعة. دائما هو يعتبر قنوات من نقص واحد. لانه مش هتعمل هنا انت. بمين طب هنا. مع مين هتكون القناة الاخيرة? هو هيكون معاهم علي جنبها. اذا عشان اللي يفصلها بين وبينها وبين الصفرة اللي هو ذا. واللي يفصل بين الصفر الخضر هو ايش هو القردة. واللي يفصل بين الخضر هو الزرقة هو القردة. واللي يفصل بين الزرقة وبنفس كده هو الجاردة. اوكي. خلص. اذا انا بحتاج كم نقص واحد او احتاج ان. ليش? لانه لو عملت ان هيكون في واحد هنا زيادة. او هنا زيادة. مع مين طيب اعمل لنا? ملوش لازمة. اوكي. مثال اخر برضون. هنا اه عندي اربع قنوات رقمية. تمام. كل واحد بننقل كم واحد ميجا بيت بير سكند. باستخدم السيطالات شنال. اللي قناة السيطالات. كل الانالوج. بكم تردد للقناة دي? واحد ميجا هيرتز. استخدم لي الرسيم. صمم لي او الاعدادات المناسبة باستخدام الاف دي ام. اوكي? طيب انا عندي واحد ميجا بيت بير سكند. بلا لا? اوكي? كم قنوات هم اربعة? اوكي? بيستخدموا من? السيطالات شنال. كم السيطالات شنال? كم حجمها? واحد ميجا. تمام? طيب اذا عندي اربعة قنوات كل واحدة فيهم كان بتنقل كم مليون بيت بير سكند. تمام? وعندي اللي هو التردد المتحدة كم في القناة? واحد ميجا هيرتز. اذا عشان عشان انشر اربعة فيه. استخدم ايش? اذا سيطالات هو اعتبر ايش انا لاجولي لا زي ما قلنا احنا? انا بقسمه لها كم? الاربعة عشر اربعة قنوات. كل قناة بتاخذ كم? اقسم ده الاربعة. هقسم البنزل المتحدة على كم? على اربعة. طلع ميتون خمسين. اذا بحتاج انا في كل قناة كم? ميتون خمسين. اذا انا بحتاج طالما هي ميجا بيت على ميتون خمسين. اذا انا احتاج انا احط في كل دورة احط كم في كل هيرتز. احط اربعة بيت. تمام? واضح? طيب. قال لي هو ده ممكن استخدم. كيف احط اربعة بيت هنا? معلش? انا ده مهم. هنا لازم عشان احط اربعة بيت لازم اختار مدرجة من نوع ستاعش. ليش من نوع ستاعش اخترت انا? ليس انا كل واحد اخد ومي جاوية له? ومي جا بت. خلاص. عشان نحول الى الانالوج لان الاف دي ام بتعمل مع مين فقط? اذا دائما الاف دي ام دائما خذوها في بلاكم. لما يكون عندي اشارات رقمية. او مستخدم الرقميين. حبوا مثلا حبية تنقلهم على تقنية الاف دي ام او عمل لهم تجميع باستخدام تقنية الاف دي ام. والاف دي ام معروف انها اشتغل مع مين? مع الانالوج. طيب كيف انا ادخل بتبير ساكنت على الانالوج? لازم اول شي احول اللي هي الديجي تال داتا دي الى الانالوج. كيف حول استخدم. فالكدير لما استخدمنا والكوام. اذا انا استخدم في الفصل الخامس طبعا ده. في المحاضرة السابقة. اوكي? اذا ده هنا هنستخدم ايش? كوام من نوع ستة عشر. ليش ستة عشر كوام? لانه بيقول لهنا انت حتحت انا عندي فقط اللي متاح لها. كم عندي ينا هيرز? خلاص ده. اذا لازم اننا القنوات دي كلها تتحمي على وم ميجا. كيف احملها على وم ميجا? قسمها يا اخي على اربعة. هيطلعوا كم? ميتون خمسين ميتون خمسين ميتون خمسين. طيب كيف قسم العربعة? لازم استخدم قوام من نوع ستة عشر. ليش ستة عشر? لانه عند لانه يعني عندي ستة عشر لفل. طالما عندي ستة عشر لفل. عندي في كل لفل كام? زين هيكون في كل لفل اربعة بتي. اوكي? في كل لفل كام اربعة. اثنين وستة اربعة بكم? اثنين وستة اربعة كام يساوي? هيطلع لي يساوي ستة عشر. اللي هي دي. اوكي? عشان كده استخدموا من نوع كام? من نوع ستة عشر. ليش? لانه بحط في كل تردد اربعة بتي. في كل سجنل حاط كام بيت? اربعة بيت. عشان كده بيطلع لي كام? اللي هو ستة عشر كوام. اوكي? عرضنا لي ستة عشر. لانه حسب لو قلي مثلا قسيمه على اثنين. قسمه مثلا على اثنين. انا عندي هنا اثنين ميجا هيرتز. مثلا. اوكي? وانا عندي اون ميجا. ازان اقسمه على كام? وقلي اربعة قانوات او او قناتين مثلا. قلي مثلا قناتين فقط. معلش. هنا قلي قناتين ما قليش اربعة. اذا كأنه دور مش موجودات. اذا في الحال الاستغمرة كام? ها القناتين يعني حاط في كل ذا كام اثنين. اذا هيكون عندي كام هنا? اربعة كوام. اوكي? تمام? مواضح? اربعة. ليش? لانه بحط في كل واحدة كام? اللي هو ايش? اثنين من اه قناة في كل واحدة في او او اثنين. اثنين بيت يعني. هيكون عندي اثنين بيت. تمام? يا اما زيرو زيرو اما زيرو وان يا اما وان زيرو اما وان. اوكي? طيب. ذا كان ما يخص من? ذا كان ما يخص اللي هو ايش? اللي هو اللي هي طبعا هنا قنوات صوتية كيف لو عندي مثلا عندي مثلا انا باستخدم اكثر من. اوكي? بدل ما استخدم مثلا اوكي? انا مثلا اه كل قناة صوتية معروف انها كام اربعة كيلو هرد ولا لا اي صوت كام يكون عنده? اربعة كيلو. فعندي اثنى عشر فوية الشينار مثلا جمعتهم على 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 واحد. خلاص? تمام? فاستخدم هنا ايش اللي هي الاف دي ام. تمام? خرجوا كلهم على ايش واحد. وبعد كده انا ممكن استخدم اخر عشان ادخل خمسة من ذا من نوع اللي هو كام? هنا هيكون كام? ثمانية وربعين كيلو. خذ من الثانية وربعين اللي هو جامعة اثنى عشر. استخدم كام? احاوله الى كام? الى خمسة. فهيطلع لي كام? مئة وربعين. مئة وربعين دخله على كام على عشرة. سب جروب. مئة وربعين في عشرة بكام? تمام? اللي هو على عشرة هيطلع بكام? باثنين وخمسين ميجي هيرز. دخلهم على كام على ستة? يطلعوا بكام? بستة عشر ميجي هيرز. اذا لو انا اشتي اطلع مثلا بحاجة اسمها اللي هو ايش? التماثل الهرمي. اذا انا انا مثلا احبيت اطلع من اثنى عشر قناة دول اللي هما كانوا حوالي سمائة وربعين كيلو هيرز. يطلعوا في الاخر. حبيت اطلع منهم كام ستة عشر ميجي هيرز. كيف اعمل? اعمل اف دي ام الاول يدخل فيه اثنى عشر قناة. الاف دي ام استانى دخل فيه كام خمس قنوات كل قناة تتجمع من مين? من اللي هي ايش الجروب الاول. اللي هو اثنى اخر القناة دخل انه داخل قناة واحدة. وبعدين اذا اجمع على كام الخمس دول دخلهم على ايش على عشرة. فكل واحدة من عشرة دول هتاخد فيها كام خمسة جروب. والخمسة جروب عبارة عن كام ثمائة وربعين كيلو. او مئتون وربعين كيلو. الجروب الواحد. فهيطلع لي بالدد ده. وبعدين لو حبت اكبر اخذ اف دي ام اخر. وطلع. انا بدل ما ادخل ثمائة وربعين كيلو هيرز. دخلت كما انا استخدمت على كام على ستة عشر بوين تسع ميجي هيرز. فقط ان استخدمت ايش? اكتر من في نفس في الواحد. طيب. اه طبعا ده المثال ده خلاص مش عن طرق ليه. ده يتكلم على مين? على ذا كان اول نوع من انواع ايش او الاتصالات اللي ظهرت في التسعينات. وكان بيستغل على الباند كام من ثمائة وربع وعشرين الى كام? الى ثمائة وتسع وربعين. ويستغل على كام على ثمائة وتسع وستين الى ثمائة وتسع وستين ميجي هيرز. خلاص اكي? تمام? كان كل يوزر بيخذ كام ثلاثين كيلو هيرز. تخيل كل يوزر بيخدم كام ثلاثين كيلو. لوحده. تمام? اكي هنا بيطلب من سيبكم من المثال ده عشان بس ندخل في اللي اهم. طبعا نبدأ كده بشكل عام على الويف لينث. انا حديكم بس نظري على الويف لينث. الويف لينث انا جاي لي موقات صوتية. موقات ضوئية اكثر من موقات. بدخلهم على حاجة اسمها جهاز الويف لينث دي فيجن ملتي بيجمعهم على قناة واحدة ضوئية. الفايبر اوبتيكس وبيروحوا لعا او او بيحاولهم على ايش? على القناة الضوئية المختلفة. وهكذا. طبعا اذا هو انالوج ملتي بليكسنج تيكنيكس يجمع لي من? الاشارات الضوئية. خلاص. بعدش مثلا عندي ضوء عبارة عن مجموعة من اضواء. بتيجي بزوايا معينة بيحصل لها انكسار وانعكاز داخل القنوات الزقاقية اللي هو الضوئية. ودخل على الفايبر اوبتيكس دي مع كلهم مثلا عندي هنا فايبر اوبتيك وان. فايبر اوبتيك تو. فايبر اوبتيك ثري. ادخلهم كلهم على ايش? على واحد. عشان اللي هو العمودة الفقري ده. اللي هيشيل اللي بانية ذي كلها. وده يستخدم ثان يستخدم في القطوط الدولية اللي في البحور وفي المحيطات وغيرها. اللي يكون في عندي كابل واحد بياخذ مجموعة منها. مثلا ذا جاي من بروفيدر تبع اليمن. ذا جاي من بروفيدر تبع مصر. ذا جاي من بروفيدر تبع مين? تبع مثلا اه الاراق وهكذا اكتر من دولة. خلاص. بيتجمع كلهم على مين? شركة معينة زي شركة اللي هي اللي في الهند او اي شركة معينة. كمان شركة الاتصالات الدولية. بتجي تجمع بروفيدر دول كلهم على بروفيدر على ال لينك واحد. وبيمشي في المحيط. بيروح مثلا على فين? على اللي هو ايش? انادر بروفيدر. مثلا في اي مكان اخر. وهكذا. خلاص. بحسن الله في بداية الكابل. ودي ما تبقى في في نهايات. بس الاشارة هنا نوعها ايش? ضوئية. نجي للجزء الاهم. اللي هو الجزء المهم الاخر. اخر الجزء هناخد به. اللي هو ايش? طيب. الطايم دي اذن في اللي احنا اتكلمنا عن انه كان بيقسم. اللي هو على اساس الترددية. كان بيشتغل انا لوكه فقط. تمام? كان بيشتغل ايش انا لوكه. ما كانش بيستغل الاستغلال الامثل. طيب هنا. هو بدأ وكان اشتغل في الجيل الاول. اللي هو الاف دي ام. قلنا زي ما شرحنا في بداية في اول سلايد. انه كان هو بيشتغل فين? في الجيل الثاني. اوكي? وبدأ هنا عصرة دي جيتال. يدهور فين في الواقع. اوكي? كان بينقل ايش? دي جيتال. معلش? دي جيتال اوكي? دي جيتال داتا. تمام? اوكي? طيب كيف بيعمل ده? هو انا برضو ما زلت بستخدم الترددات بس بستخدمي كيف? طيب نجي هنا بس نرسم رسمة بسيطة كده. هنا عندي برضو الطاين. وعندي هنا من الترددات اللي بستحتاجها هنا. فكل اللي رسمناها بال اه بال اه بال اف دي ام اين? بال اف دي ام قصدية هنا. هنا عندي مجموعة قنوات برضو ما زالت هي زي ما هي. مجموعة قنوات بتقسم الباندود اللي بحتاجه هنا. من من زيو الى ايش? الى ان. خلاص. تمام? عندي القناة الاولانية شنل زيرو. الى شنل ايش? ان. الى مجموعة اللي هي لحسب ما انا كم قسمت عن قنوات اللي عندي في الترددات اللي متاحة ليها. اولي اشتريتها. هنا بدل ما احط في تي بي ام. بدل ما احط في القناة ذي كلها ينتظم واحد لا. يقول لك قسمها. معلش قسمها. الى مجموعة كل القنوات الى مجموعة ممن من طايم سلوتس. اوكي? مش ده طايم ولا لا? خلاص. بيض الشكل. ازا حيكون هنا طايم ون طايم تو طايم فور طايم فايف سيكس كيفين ايض حسب انا كما وزعت. اوكي? نجد ناخد مثال اللي هو زي الجي اس ام. الجي اس ام بيقسم القنوات الى ثمانة تايم سلوتس. تمام? في الجي اس ام اللي هو الجل الثاني اللي بيستغرس بمتي ان وصبافون وغيرها. بيستغدموا ايش? الثاني وهو الممثل بيش بالتي بي ام. وهو الاجس ام كاسم التقنية او النظام نفسه. اوكي بحط بدل ما حط في القناة بشاهدة القناة ذي اللي رقم نزيره او لا بدل ما حط فيها و احط فيها كم مستخدمين من يوزر ون الى يوزر ان الى ثمانية مثلا. انا قسمت الى ثمانية. اذا بحط فيها بدل ما حط فيها مستخدم و احط فيها كم مستخدمين ثمانية. كيف ثمانية? احط time slot. the time slot. يعني goes من الطايم. اذا في الحالة دي القناة الوحدة هنا شاركتها لأكثر من مستخدم. تمام? القناة الوحدة حصل لها مشاركة لأكثر ممن من يستقدم. اوكي? وهكذا. تمام? وطيب هل هل معناته ان المستخدم مثلا اول هنا? او هيشتغل في القناة الاولى فقط? لا. ممكن يشتغل في اكثر من القناة. اذا في قناة انه المستخدم الواحد. اوكي? بيشتغل في اكثر من قناة. ممكن هنا واحد او لا? هنا يزر واحد. هنا يزر اتنين. هنا ثلاثة. هنا اربعة. هنا خمسة. هنا ستة وسبعة لغة ثمانية او لا? طيب. ممكن الواحد ذا يشتغل في اكثر من مكان. اوكي? في اكثر من قناة. خلاص. بس ما ينفعش يكون مثلا يزرون هنا. يكون في نفس الوقت في قناة اخرى. ممكن اليزر الواحد يتنقل اكثر من قناة بس في اوقات مختلفة. خلاص. في اوقات مثلا هنا وبعدين كان في القناة الثانية هنا. كان في القناة الثالثة في المكان ذا في القناة الثالثة وهكذا. يمكن حسب المتاح له. هو الان حاب يتصل. لقى القناة ذا مثلا مفاضي في الصدم الوقت ذا. بعدين شوية الثالثة ازاد ولا لا. الوقت في انتقى الامان. بنفس وانا مشعور المتصل ما يشعرش في الانتقال ذا. بيستخدم القناة اخرى. بيستخدم القناة اخرى وهكذا. حسب المتاح. اذا القناة ذا كلها القناة ذا انا. الوزر ذا مثلا يستخدم الوقت ذا فقط. طيب بقيت الوقت. في يوزر تو وثري وفور ممكن يستخدمه. اذا في الحالة انا عملت استغلال محترم لمن الباندودز. اوكي. ده اذا القناة الوحدة ما جبتها للمستخدم واحد. لا. جبت القناة لأكثر من مستخدم. واكثر من مستخدم. اذا القناة تتسلم لأكثر من مستخدم. وللمستخدم الواحد ممكن يشتغل في اكثر من قناة. خلاص واضح ستجل المعلومة دي. طيب. اذا دا حيكون شكلوتي دي ادخل لأكثر من مستخدم واكثر من السيجنال. السيجنال دي بتحول في سنجل آآ الى ايش? الى الفرهم. الفرهم دي مثلا دي الفرهم الاولانية هي قناة الاولى. او لها دي القناة الثانية. دي القناة الثانية. بس القناة الاولانية ما فيها الشخص واحد. لا فيها كام فيها اربع اشخاص. فيها كام? اربع اشخاص او اربع اشارات نختلفة. هكذا. اذا دا بيستخدم تقناة ايش بحاجة اسمها انه بيضال يأخذ من اول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وبعدين يكرر بنفس ايش? بنفس العمي بهذا الشكل. اوكي? لغاية النهاية. تمام? يظل بهذا الشكل. يمشي في تقنية ايش? بشكل مستمر. بشكل ايش? مستمر. تمام? ياخذ من اول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع يحطه في اولانية. اذا ايش? اوكي? وهكذا. خلاص. بعدين ياخذ الجزء الثاني. ها. اخذ الاول. ولدها من اكتر من استخدم ولدها. وبعدين اخذ الثاني. اكتر من استخدم. وهكذا. وهكذا العملية استمر. اوكي? لغاية ايش? لغاية ما يخلص جميع ايش? البيانات اللي ايش? اللي موجودة في الاول والثاني والثالث والرابع. خلاص? بيحط فريم اولانين ثم الثاني ثم الثالث ثم وهكذا. العملية باستمرار. تمام? بتي يقرر عند الركيفر اول عنده الانسيستيم الاخر بيعمل له ايش? بحيث ياخذ الفريم الاولين يوزعها لمن الكل واحد لمن يزرع المعني به. خلاص? اذا بيدي الشكل. خلاص واضح وجدها? طيب. طيب اذا هو اعتبر استقنية تجميع رقمية. بحيث انه يجمع لي بيجمع عدة قنوات يعني معدى نقل اقل. الى ايش? الى قناة الى قناة واحدة بتكون فيها عالي. يعني بدل هنا انا حنشوف مثل اللي جاي بعد شوية حنشوف الفرق ما لما اقول لك انا اللي داخل واللي خارج من الملتبليكسنج هاي ريت. هنشوف الفرق بعد شوية. شايفين ذا? المثال اللي هو ستة ثلاثة عشر في كتاب. طبعا هنا عملت ملتبليكسنج انا شوف انا داخل لنا كم قنوات واحدة تنتين ثلاث قنوات. اوكي? يعني ثلاثة لائن جايين ولا لها? ثلاثة لائن. اوكي? كل لائن مثلا ذا وليكن مثلا كان شغال واحد ميجا بيستغل والثاني واحد بميجا والثلاث واحد بميجا. اللي بين كل واحد بين قل. طيب انا بقي استغلت انا بعمل فيش في الدي ام. بجمع من الاول. ثم الثاني ثم الثالث على غفريم واحدة. طالب كم حيكون حجم الفريم? حيكون حجم الفريم ثلاثة بحسب هذا عدد اللاين واحدة اتنين ثلاثة. طيب كل بياخذ كم حجم? هو الوقت ده. تمام? ده مثلا بيحط في مثلا عندي هنا واحد ميجا بيت برسجان. يقل يحطه في كل هنا في المكان ده? هيحط مليون. مليون بحسب لانه عندي مليون بيت. وكل بيت وكل بيحط فيه. اذا يخذ لي من هنا. من هنا. طيب مش ده كان له حجم لو كان في. لو لما يقول انه ده كان بيخذ مثلا بوينت وان ميكرو سيكند. ذا بيخذ بوينت وان ميكرو سيكند ذا بيخذ كان بوينت وان ميكرو سيكند. كل هان بتحطوا ايش? في فريم واحدة. اذا كم حجم الفريم دي. حجم الفريم كلها لم تسير ثلاثة. هتكون حجم واحد منهم فقط. يعني وقتها هتكون حجمة ثلاثة صبعا دولا. وان بيت حيكون ثلاثة بيت هنا مثلا. على على تجمع مثال. هنشوف الامثل اللي بعد كده. طيب كم وقتها هيكون الوقت الفرندي? هيكون كأنه الوقت واحد منهم. تمام لانه نعم حولت من بره الى 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 سريال. فانا جمعت الثلاثة في واحد. فصار الوقت اللي كان بيأخذه مثلا في فقط. وفي وقت اللي بيأخذه في بوان ووقت اللي بيأخذه في ثلاثة. يعني كان الوقت هنا كان مظهور في ثلاثة. وقت الا اي وان ووقت الاقبي ووقت الاقسي وان. اتحطوا في واحد. اذا وقت الثلاثة هو وقت واحد مثلا لو كان هنا مثلا واحد مايكرو واحد مايكرو ايضا كم هيكون عنديه واحد ثلاثة مايكرو ولله كم حق أجيل الفرن هنا هيكون حاجم واحد منهم. اذا حولت انا السرعةab South yeah no. لانه قليلت الطايم هنا كان الثلاثة بيمشو بكامل في ثلاثة مايكرو. لا انا خليتهم مشوهم بكامل في واحد مايكرو. هنا اذا حجم الفرن Steven qui من الثلاثة كامل جميعين بتخذ حجم اه وقت واحد منهم. وحجم الثلاثة. خلاص. اذا. وايش? والاسبيت عالية. اوكي? وهكذا كل ايش? وبعدم باخذ السلوت الثاني ثم الثالث ثم الرابع وكل مرة ايش? فريم ون فريم تو فريم تريم. اذا كل فريم ركز معي هنا. كل فريم هي ثلاثة تايم سلوت. تمام? بتاخذ كام ثلاثة? وكل تايم سلوت دوريشن هو كام تي على ثلاثة? ما هو التي اللي هو الوقت ده. مش ده تي لا. بس اخسيم على ثلاثة. تمام? مش هي نبتل. كان واحد مايكرو وده واحد مايكرو. تي في ثلاثة او لا. مقسم على ثلاثة هي رجع عايش هي رجع زمن واحد منهم. اذا حولت الان الاسرع. هنشوف الان في المثال بعد كده شوية. بعد شوية. طيب اذا اه اعتبر ذا ايش? اه. في عندي سين كوراست دي ام اللي هو متزامن. انه متزامن ان انا اخذ من الاول ثم الثاني ثم الثاني. ما بعمفعش اخذوا الاول ثم الثالث مباشرة لا. الاول ثم اللي بعديه وحطهم في ناس الترتيب. متزامن. يعني لما يجي اسلم اسلم الاول ثم الثالث ثم الثالث. ده مفهومة تزامن. اذا في في المتزامن. ما لها? هي اه اسرع ان من المرات. من 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 اللي هي ايش? طبعا الان تايم شورتر. طبعا الانبوت. هيكون اسرع ان من المرات. يعني هنا مسلا بيأخذ ثلاثة طايم. هنا بيأخذ كام? هنا مسلا بيأخذ ثلاثة طايم ولا واحد اتنين ثلاثة. كلهم الثلاثة بيخذونا كام? اوكي. مثال مثلا نفس الفيجر ذا. اللي هو ستة اه ذا الفيجر. اوكي? في كم لا في كم قنوات داخلها? ثلاثة. اقول يا لا اقوم ايمبوت ثلاثة. خلاص يتجمعوا على الفريم بذلك الشكل. مثال عليه يقول لك في الفريم ذا الدات لكل ايمبوت كام? ثلاثة كيلو بيت خلاص. لكل ثلاثة كيلو بت. يعني القناة الاول ثلاثة والثلاثة اوكي. يقول لي اذا ايش معنى الكلام ده? معناته انه هنا مثلا. ده كام ده قلنا? معلش هارسي ما رجع المؤشر ده. لنظام ده مسألة مهمة. مكتبينه في الامتحان حاجة زيها. عندي ده بياخذ كام? ثلاثة. معلش? الرسمة الكتابية عندي سيئة لانه ما عرفش تحكم بالله. ثلاثة كيلو بت سكينخ goat. خلاص. كل واحد اين هنستخدمين بياخي في كل سلوت. هعتوفorth اون بيت انا. كم بياختغ في كل واحد انا? ثلاثة الف سلاثة الف بياخذ. سلاثة الف مرة من ده. واحد اثنين ثلاث خلاص لكل واحد. خلاص. كل واحد كاف ؛ كال؟ كل واحد ك visa كام ثلاثة كيلو Wirth. تمام? ثلاثة كيلو. بهذا. كل واحد هتحط فيеся كم وان بيت. وان بيت. طيب. خلاص عرفنا الكلام ولا لا? طيب. مطلوب مني هنا. مطلوب مني ان انا احسب الوقت. لمين الوقت? لكل يعني اشت الوقت حق الاخر اللي هنا كم. تمام? طيب نصد الانبوت. الانبوت ها? وكمان اشنا مطلوب الثاني? اوت بوت سلوت. شمان اوت بوت سلوت? يعني الوقت اللي هو ده. هيكون هنا وقته كام? هنا وقته كام? في داخل فرم الوحدة. يعني الاوان ده الوقت ده هنا هيكون له طايم هنا هيكون له طايم مختلفة مفروض. هنشوف. طيب. مطلوب لي كمان كمان ايش? والوقت كمان لمن? للثريم كامل. تمام. معلش? ارجع ايضا. وش تين وقت لمن? للثريم ده كامل. طيب نجي نحسبها بالعقل. انا عندي ثلاثة الف بيت بالثانية الوحدة. لو طايم ده لو سلوت ده كام وان بيتولا لا? لو سلوت ده كام? وان بيت. كم هيكون حقه الطايم? اقسم واحد على كام? معلش? انا بنسى احط المنشر. اقسم واحد على ثلاثة الف او لا لا? وش بي مش هي ثلاثة الف بيت في التانية الوحدة. اذا كم هيكون حجم البيت الوحدة الوحدة الاو المنشر? واحد سلاثة격 الشيخ engine تماما? يعني تقريبا بي طلاع لي بوين ثلاثة ثلاثين ملي سكند صح. بوين ثلاثة ثلاثين ملي السكند ليه واحد. طيب كم حجمه هنا هيكون هل هيكون بنفس الحجم لا? ركز معه الوقف ذه شوف واحد. واحد على ثلاثة زاد واحد على ذا. هيكون كم هنا? ثلاثة على ثلاثة الف جلبه حجم واحد على ثلاثة. وزاد واحد على ثلاثة على ثلاثة الف. اذا هنا هيكون واحد على ثلاثة. المفروض اذا كنا بنتكلم عادي. طيب لما تحول ايش حصل. الوقت ذا اتقسم على كام? على ثلاثة مرة على ثلاثة. بدل مكان ياخذ واحدة هياخد هنا كام هنا? هم? اقسم على ثلاثة. واحد على اذا خلينا اشترك كده بزة. هيكون كم حاجة المحقوق. الطايم تبعه. وتساوي. واحد على. تمام. معلش? ثلاثة. اوكي. مضروف في كام? في واحد على كام? على ثلاثة الف. اوكي. ازا هيكون اطلالي كام ينساوي هنا. الحاكم تبعه على السلوطة اللي هنا. اللي هنا يخترب على اللي هنا. لانه يتحول من حاجة الرطيف لحاجة السريع. فصار كام هنا? واحد على ستة. انا تسعة الف. او لا لا? واحد على كام? على تسعة الف. تمام? واحد على كام? اذا قل. قل من الوقت هنا. اذا حجم الثلاثة يكون كام? حجم الفريم دي كامل او وقتها كام? وقت الفريم تي فريمها. الدورين طبعه يساوي كام? حتساوي كام? الوقت ذا كامل. اللي هو كام? واحد على ثلاثة الف. ساكن. اوكي. تمام? حجم الفريم كام ما هيكون كام? واحد على ثلاثة الف. بدل ما كنت ارسل ثلاثة الف لا? فنه يرسل في كام؟ في الغاتة الواحد. بزمن واحد منهم فقط. زمن واحد منهم. زمن واحد منهم. تمام? الثلاث والبذل ما كان ياخذوا ثلاثة. لو جمعناهم هتلع عليهم كم? ثلاثة على ثلاثة الف يزيد يجرى? لا. لما دخلهم داخل في الماستخدام تي دي ام. بيطلع لكم وقتهم? بيطلعوا وقت واحد منهم. واحد على كم على ثلاثة الف سكند? خلاص. اذا هنا قللت الطائم منه يجرى. بدل ما كنت انقل واحد. بيت وحدة. في واحد على ثلاثة الف صرت انقل ثلاثة بيت في كم? في نفس الزمن حق البيط اللي واحدة في الرسال. شوف الفايدة سرعة. طيب اذا قلت لك انا خلاص انا جبت هنا الامبوت واحد على ثلاثة الف والاوتبوت تايم سلوت كام اللي هو واحد على ثلاثة الف. والفريم كان طلاع واحد على ثلاثة الف. خلاص? طيب لو سلبت منك انا طيب انا انا نقلت هنا ثلاثة كيلو بيت بير سكند صح? يعني ثلاثة الف بيت في الثانية. لما يطلعوا كلهم الثلاثة ذول على هنا. حينشوا كما اتبكرت حقل اوتبوت هنا. كم حيصدت معلش هرجع المؤشر? ده برضو سؤال اخر ممكن يطلع لي بالاخر. انا اشتد الفريم ريت. في حاجة اسمها فريم ريت. تمام. معلش? لو فهمت هذا خلاص انا يكفيني. فريم بتسوي كم? كم نقلت انا فريم? انا مشينا نقلت ثلاثة كيلو بيت في الثانية والفريم الوحدة خذت ثلاثة بيت من كل واحد منهم. يعني كأن الفريم خذت من? خذت اللي هي ايه ثلاثة الف فريم بالثانية. اذا هنا نقلتنا كم بدل من قل ثلاثة كيلو بيت نقلت ثلاثة الف فريم. اذا حيكون كم? ثلاثة الف. اهى ثلاثة الف. فريم بير سكند. طب الفريم فيها كم? لو حبيت تجيب البيت بير سكندها. كما البيت بير سكندها. البيت بير سكند. البيت بير سكند الو داتريات كم يساون. كل فيها كم بيت فيها ثلاثة? اذا اضرب ثلاثة في كام? في ثلاثة يصطلع ليه كام? تسعة الف. بيت بير سكند. خلاص اوكي. هذا برضو مطلوب اخرى ازيد المطالب الاولين. اذا جبت انا اليمبوت تايم دوراشن. جبت الوقت ال الوحدة. وجبت كم عدد اللي انقلت في تمام? اوكي? وجبت كمان ايش? كما كان في كل في الوقت في الثانية الوحدة. كان يقول لي ثلاثة الف. ركز معي. كان ينقل لي في الثانية الوحدة كان ثلاثة الف. خليته في الوحدة يقل كام? تسعة الف الثلاثة اضعاف. حسب الاينز. اوكي? لو كان ولا دخل لي هنا خمسة لاين هيكون خمسة في ثلاثة. لو دخل لي مثلا عشر لاينز هيدخل لي هيكون اللي حجب الفريم كام او الفريم البتريت بالاغبط عشرة في ثلاثة برو. عشرة في كام في اللي هي ايش? في الثلاثة. وهكذا. تمام? نجي الان نكمل اه. ده المثال اللي قلنا عليه. اهو. ده نفس اللي حالي حالي. اذا حيكون اه. حيكون الامبوت دوراشن كامل كل سلوط واحد على الف واحد ميلي سيكند. تمام? هيكون الانبوت كام واحد على ثلاثة خلاص اللي قلنا عليه. في ستة اربعة عشرة اللي قولة ده معلش? اربعة. كل واحدة في هون كام? واحد ميجابيت. هنا لو طلب من الامبت دوريشن. يقول لي في كل تمثل حط كام حط وانبت خلاص. انا ممكن يقول لك في كل تمثل حطه اثنين بيت. واضح ركز معي. بدل ما حطه هنا وان حطه هنا زيرا وزيرا او زيرا وان او وان زيرا او وان وان. خلاص. حسب انا ما اقول لك في السؤال. اوكي فنفس المطالب حيطلوبها. هنا. هنا مثلا يقول لي اوكي. اوكي. بس للمثال ده. وحسب اللي قلنا اللي حسبناه هنا. فاكرين دي دي البتريت. تمام دي البتريت. اوكي. بس للمثال ده. وحسب لي كمان ايش. ما هو اللي حسبت هنا هنا. اللي هو كم عدل اللي في التانية الوحدة. خلاص. بس. طيب. طبعا هنا طالما عندي انا. الامبوت وان ميجابيت. وكل تايم سلوت هنا اخذ وان بيت. اذا حيكون واحد على عكام واحد على عشرة او ستة. حيطلع لي كام واحد مايكرو ميجونز ولله؟ حيطلع لي كام النسبته واحد. ما عينم Plec. طيب التالي اقسم ذي على كام الواحد على اربعة. لم? لأنه حيتحط في والفريم الحجوم فيها كام اربعة بيت. اذا هي الفريم بتقسك الحكم الطائم ستبع الواحد الخاصة. طب ربعتها حيخذ كام حيات واحد الاربعة من النيكرو. خلاه understood? حسنا يا حسنا. حasu لما خرج من بعد الديديم. طيب حكم الفريمee. البيت ريت هنا دخل لي كاموا واحد مايجا في الثانية. في الفريم في الأول سيكون كام بدل ما في الثانية Anquil واحد مايجا لا. هينقuo انا كام اربع مايجا اربعة. Okay. الاربعة الراني هيتجمعوا كلهم وبعض. هيكونamm. هيكون اربعة ميجا طيب الفريم ريت. ال僕 haven't said هنا مليون بت بالثانية. وكل بت دخلت في من فريم ولا لا من ذول. بيت من هنا ومن هنا دخلوه اربعة. هيكون كام عندي انا? البيتريت اربعة ميجا بيت برسكند. الفريم اللي هيكون كم? هيكون مليون فيريم بالثانية. هيكون كم? مليون فيريم بالثانية. هيكون كم مليون فيريم بالسكند. اوكي? كمام? طيب اه مثال اخر برضو. خلص مثال اه دي امثلة اخرى. بتكلم انه نفس الموضوع اللي بحط هنا ايش? بتزامن. اخذ من الاول ثم وهكذا. ممكن تقرأوا انتم. طيب اه برضو مثال اخر. تمام? اكثر هنا مية بالثانية يعني كان اه بيت يضر مية في ثمانية يعني ثمانية ثمانية في الثانية. خلص. وعندي اربعة هتخطف كل فريم اربعة. تمام? وقسمهم حسب نفسه. ده الاخر برضو. بس هنا اشوف هنا حط في السيمبل اللي كان مركز معي. معلش هنا اربع قنوات استخدام اه حصل لهم تجميع باستخدام كل قناة ارسلت كم مية بالثانية يعني ثمانية بيت خلاص. اه انا بدخل بالقناة بالتايم سلوت الواحد مش يعني ثمانية بيت يعني لما فاكرين ذا سلوت الواحد حط فيه كم ثمانية. ثمانية بيت في سلوت الواحد. تمام? وبعد ان تمشي في هو طالب مني طالب مني اللي هو الفريم اه طالب من الرسمة الرسمة دي مثلا. اللي يحط اربعة. كل واحد فيها ثمانية بيت ثمانية بيت ثمانية بيت ثمانية بيت ولا لا كل بيت حي تكون اربعة بيت. لانه ده كل سلوت تقسمه الى كام. هنا كل سلوت تقسمه الى كام. ما لاش? ما لان ده? كل سلوت. ما لاش? هنا تقسمه الى كام بيذا الشكل. انا رسمتي سيئة دائما مش عارف ليش. اه نجد هنا. هنا الممحة الممحة الممسح ده. نرجع نرسمه على اقل بشكل موضح شوية. طيب شوف ده. ده سلوت. وهنا نتقسم سلوت. وهكذا. اوكي. الى اخر سلوت. تمام? الى اخر ايش سلوت. طيب. ذا في ثمانية بيت. يعني ثمانية بيت. ثمانية بيت. في كل سلوت. وهكذا لغاية ايش لغاية الاخرى الثمانية بيت. تمام. اذا لي شيء هون بيت? ثمانية بيت هنا. ثمانية بيت هنا. ثمانية بيت هنا. اذا هيجمعهم كلهم. من يكفرام واحدة. هيصروا كام? هيصروا اربعة ثمانية وبين ستلاتين بت. خلاص. الثمانية بيت دول كم هيكون حجمه lagi من شوية الثانية mandar بين قليل مات بيت. يعني ثمانية بيت定ية oro. طيب كم هيكون حجم الواحد اقسم ثمانية على كم? على كم? على ثمانية. شكرا لا. يطلال لك في الاخر يطلال لك كم? واحد على مية. واحد على مية طائم تبعه. هو نفسه الواحد على مية التسكن ذا. الواحد على مية الزمن حق ذا. هو نفسه حكم وقت الفريم الواحد. اللي هو هذا على مية. خلاص. تمام? وهكذا. اذا كم انها حرسلنا بفريم? حرسل كم فريم هنا ثمامية فريم بالثانية. سلي 100 ثمامية فريم بالثانية. اخذتني انها طب كم حرسل اه كم حيكون الitzer تظرب هنا رسلتنا مئة العليش هنا مئة فريم بالثانية. هنا ثمامية فريم بالثانية ما كانت مى gemacht فريم بالثانية ? طيب كم حيكون litzer از الربعةHiطلع لك كم? ثماني ثلاثين. اثنين وثلاثين الف بيت بريش برسكن. خلاص. او ثلاثة الف مئتين برسكن معلش هنا. مغلط. ده اللي هو المثال ده. خلاص. اين مثلا لا احيانا بيكون عندي طب ده مثال اخر برضو. مثال اخر. احيانا يكون عندي ايش بعض الاسلوت فاضي. ما تجيش مثلا تحط خطنا الفريم الاولانية. اخط من ده. احط مكانه فاضي. ما جيش احط رقم ثلاثة لا انتبهوا. لان انا باستخدم سين كيلو ناز. تزامن متزامن سين كيلو ناز. اوكي. فبالتالي اخذ من اول ثم الثامن فاضي احط مكانه فاضي هنا. ثم الثالث ثم الرابع. لان لو عملتنا مكان واحد اخر هيأثلي على وقتها نفسها. هيخبط لي للدنيا. فلا لو مكان لو في قناة فاضي ما دخلت الان. مثلا ده الام بيرسلش. انا بدأت في البداية جهاز انه ده حيدخل اربعة. رقم ثلاثة مرسلش. خلاص خذ من اول ثم الثلاث ثم الرابع. رقم ثلاثة في الوقت ذا مرسلش. خذ من الاول ثم الرابع فقط. شوف هنا. والثين ذو الفاضيين. طب لو ذا مرسلش الاثنين. الالتالي دب هنا ونفس وهكذا العملية باستمرار. خلاص. ذا مفهوم التزامن ان انا باخذ لو الوقت اي واحد من نهم اي قناة فاضي ما بدخلوش. خليه فاضي مكانه. تمام? هنا احيانا انا بحط لو انا مثلا اشي اوحد الاندي اربعين كل قناة اربعين اربعين لذا انا صممته انه هيدخل في اربع قنوات كل قناة اربعين اربعين. طب اللي قال هنا عشرين عشرين احط هنا ملتي بلكسر اخر اضافي عشان ايش عشان ادخل عشرين عشرين اطلعوه كام اربعين وبعد كده اجمعهم وهكذا. وهكذا العملية باستمرار ذي امثلة اخرى على لو انا استخدام الهيراريكال اللي هي النظام الهرمي. بالتي دي ام ممكن ادخل انا بدل ما اشتغل اربعين كيلوبيت بالا او هنا اخرج كام? خرجت انا واحد بوض خمسة. اقول لي لأ. اربع وستين في اربع وشرين بكام? اطلع لي واحد بوض خونسين ميجا. واحد بوض ألف يعني مليون خونسين مية الف. تمام? انشي طلع. طب اشي طلع ميتون اربع وسبعين ميجا. مثلا في خطوط كده بيتحمل الحجم ذا كامل. فبدل ما حطنا تيدي ام واحد احط دي ام واحد وثنين وثلاثة واربعة لغاية ما اكمل ايش? لغاية ما اكمل الحجم ذا. خلاص. دي اس ون ثم دي اس تو ثم دي اس ثم دي اس فور بحيث ان ايه? اكمل الحجم كامل. بدل ما دي اس و ندخل له في القناة واحد اربع مثلا اربع وستين كيلوبيت لأ. هدخله اربع وستين في اربع وعشرين. هيدخل كل قناة كام هنا? واحد بوض خمسة ميجا. هنا كل قناة كام? لدخلها في كل ستة واwives ثلاثة ميجا. هنا كل قناه اربعة واربعين ميجا. لما جميعوا كلهم مع بعض يطلعوا له كم? Charlotte's show available for الدولية المعروفة اللي اه دي واصلتي وافراحة في قناتقل الخطوط اللي هي خطوط الدولية بيكون الطقل واحد بينت عينة خمسة. اضعافه. ضربته في اربعة وعشرين. آقذ ذي خمس مرات يعني. ذا اربع عشرين مرة. اربع مرات. ذا تي وان اعتبر. تمام. ذا تي تو. ذا تي تري ذا تي فور. خلاص. هو نفسه. اذا تي وان كان حقمه كام? اللي هو واحد بلند خمسة ميجابيت برسل. تي تو كام? ستة بلند ثلاثة ميجابيت. تي تري كام? اربعة وربعين. تي فور كام? ميتة وربعة وسبعين. ذا الخطوط اللي هي معروفة عالميا. تمام? واستخدموها على مستوى العالم. الخطوط اللي هيش النقل بين البروفايدر مع بعضها البعض. هنا مثلا تي وانلاين كاب بيتم مثلا قناة الصوتية انا بعمل لهم بي سي ام. عارفين بي سي ام? لانه ليش انا هنا بشوف. ركز معايا هنا. ركز معايا هنا. هنا برضو ذا حاجة مهمة. شايفين ذا? طب لما استخدمت هنا لانا سقطت تي ديم قلنا بيشتغل مع مين? مش مع الديجيتال ولا لا? تي ديم بيشتغل مع الديجيتال داتا. اذا لازم يدخل له ايش ديجيتال. خلاص. طيب لو جاي لاني رج من 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 تليفون ايش بيعمل انا? بستخدم جهاز اللي بيحول لي من الانالوج الى ديجيتال. فاكني لما كنت دخل موجة وفي الاخر تخرج هو ده. بينما في الاف دي ام لما كان عندي الاف دي ام. اوكي? ايش كنت بعمل انا? انا جاي لي اعمله جهاز بيحول لي من الديجيتال الى انالوج. عشان ادخله في الاف دي ام. بينما التي دي ام. انا والقناة الصوتاطية معروف انه بيدخول لي كام اربعة وستين كيلو وسسطين اربعة وستين كيلوبيت في اربعة وعشرين مرة. يطلع لي كم? هيطلع لي اللي هي كام? اضرب اربعة وستين في اربعة وعشرين يطلع لك كام? واحد بويند خمسة. ا آآ اربع اربعة ميجابيت للي اربعة وعشرين في كل اربعة وعشرين قناة. وكل القناة فيها كان في اربعة واسطين كديجيتال. تمام mucha. طبعا هنا ثمانية كيلوبيتز ال den dibujط licensed control. طيب ذاه. خلاص. تقريبا كده احنا خلصنا. اللي هو ايش? طيب بس في حاجة مهمة في الاخر بس انا لازم انبيكم عليها. في الكتاب. ممكن تقراه. في حاجة اسمها ستة بوين اثنين. اللي هي تقنية. انا اشتي اشتي منكم ايش بس? انكم تعملوا تقرير بسيط عن من تقرأ الكتاب وتعملي بصفحة. ما هي واشتقنياتها. والدي اس 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 اللي هي هذي. تمام? وترفع لي على الموقع اللي هي الفرق بين الدي اس اس وبيستقنوا فين? هم بيستقنوا اصلا بعضهم بيستقن في الجيل الثالث بعضهم بيستقنوا في الجيل الثاني. فالسنتاج تعمل لي التقارير ده وترفعه على المان اللي فهمته. وبعدين لما نلتقي ان شاء الله بعد الاجازة حني سرح لكم اللي لو عندكم اي اسئلة في المجال ده. اه ان شاء الله القادم حيكون الشابتر السابع اللي هو الميديم او الوائرلس والوائرد اه كيبلز. هنتكلم على الكيبلات. الى ذلك الوقت نترككم في حفظ الله. اشتركوا في القناة